أكدت سعادة السيدة فائقاب سعيد الصالح وزيرة صحة اهتمام الوزارة البالغ في تقديم أفضل الخدمات للمرضى خصوصا المواطنين منهم تحقيقا لالتزامها الدستوري والقانوني في ذلك الصالح أوضحت في معرض ردها على سؤالين نيابيين حول الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة أن عدد المترددين الذين تلقوا العلاج في المراكز الصحية التابعة للوزارة بلغ منذ يناير إلى أكتوبر من العام الماضي حوالي خمسة ملايين مريضة عدد البحرينيين منهم بلغ حوالي أربعة ملايين مريضة كما أوضحت الصالح أن كلفة العلاج في عام 2014 بلغت أكثر من 49 مليون دينار للبحرينيين في حين بلغت كلفة علاج غير البحرينيين نحو 11 مليون وخمسمائة ألف دينار مشيرة إلى أن متوسط علاج العامل الأجنبي في المراكز الصحية يبلغ تقريبا 100 دينار سنويا بمعدل زيارتين إلى ثلاث زيارات في السنة